بس اما بتشوف السوق اختلف وزوق الناس اختلف يعني بقى دلوقتي نشوف مسلا اه نجوم زي وجز ونشوف اه الشباب الجديدة اللي بيعملوا الحاجات اللي شبه الراك والكلام ده وبدأنا برضو نشوف المهرجانات والحاجات اللي هي ممكن تكون بتحاول تقرب من الشعبي بس انا بعتبرها لون مختلف عن الشعبي اتعاني. بزاق. بتحس كده لو انت شايف السوق ان التنوع ده طبيبي ولا بتحس انه برضو في الاخر في حاجات ممكن تبقى وفي حاجات ممكن ما تصمدش مع الوقت. نصي هو في التاريخ الموسيقى على مر العصور يعني. آآ بيبقى فيه تجارب صادمة. تجارب الصادمة دي بتبقى عاملة زي بالزبط لما ترمي لما ترمي انت طوبة كده في في يعني مية ميرا كده يعني. طب. بيحصل العفرة جوه المية دي وبتاعها وفي الاخر يعني اللي بيبقى منها التجارب اللي فيها حاجة من روح الناس. اكيد. يعني فيه تجارب موسيقية بتحصل دلوقتي. يعني ده انا بيعتبوش مطر بقدم هو تجاربه موسيقية. حالة موسيقية. آآ حالة فنية. متفردة بذاتها. وبيعجبني جدا جدا وجدا. طب. وبيعجبني ان هو واخد وي. وعشان هو واخد وي. وعنده وعند شخصية. بالزبط. فده مخليه وصل للمرحلة دي من النجاح. وجز على فكرة لو فيه تلات اربعة مهمين في مصر دلوقتي فهو منهم. طبعا. يعني شئنا. عمل طبعا ما كانا بصورة ساروه. ولي بش معجب ولي قولك اصلهم ما بيغنيش ما دكش دعوة. عمل مين مختلف باليد. طبعما الناس موافقة عليه اوة هتقول لأ. طب. اي حاجة الناس موافقة عليها اوة هتقول لأ لان هم بيفهم اكتر مننا. وزوقهم احسن مننا. احنا احنا شغالين عندهم. يعني احنا بنعمل الشغل عشان نقول يا رب كرمنا ويعجب الناس. ويعجب الناس اه. فبيعجب الناس دي عشان انا بقى لو انا جايش هتبلك الستوديو ده اول حد هيهمني ان هو يعجبه من انتي. طبعا. عشان انتي صاحبة الستوديو ده وده مكانك اللي انتي بتقعدي في مملكتك. فهبقى عايز ان هو يعجبك. فاحنا بنشتغل عند الناس احنا يعني احنا بتوعهم. طبع. طالما الناس عجبهم خلاص. فالفكرة ان اه في تجارب موسيقية كتير بتحصل. في احنا في عصر يعني احنا في عصر لغبطة في كل يعني على كل. والاجيال الجديدة كمان زوقها متغير كل ثانية. بالزبط. لا واحنا كمان بقى فيه سرعة في تغير الزوق يعني انتي من مهرجانات لراب لتراب للمشي عارف ايه لالوان موسيقية اخرى. وكله ناجح على فكرة وكله ليزبونه. صح. هو الفكرة بس ان احنا يعني احنا قدامنا شوية قبل ما نتعود على فكرة تقبل الاخر. ده يعني للمفيد. احنا محتاجينها في كل الاسعيدة والله العظيم. طبع. يعني محتاجينها بشكل اجتماعي وبشكل اقتصادي وبشكل سياسي وبشكل فني. وشكل كل الاشكال. ان احنا انا تقبل بعض. مش معنى ان انا بقدم سلعة. مش عجباكي يبقى السلعة دي وحشة. لا هي وحشة بالنسبة لك. او او عشان لفظ ارق. بس ممكن يكون لها جمهورة. اه. لفظ ارق ان هي مش السلعة اللي انت بتحبيها. احنا ممكن يبقى قدامنا طلت اربع اصناف اكل. انا بحب الملوخية وانت بتحب القاس. وفلان بيحب الاستيك وفلان بيحب البشاميله وبتاع. شوف في الاول قلت ملوخية والاسبا كان نروح للاستيك. اه. عشان. شايت محشي بقى جنبه. ماشي تمام انا انا مش رافل دديني بس نص ساعة جوة. احملوكم انت هزينه. اطلع لك بوصل. هنخليك تعمل محش. وهستطيع